مجموعة كبيرة ومعقدة من المشاكل يحملها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن تتركز حول العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة ففي محاولة لأن يحصل على مساعدات عاجلة تمكنه من تخفيف الضغوط التي تتعرض لها حكومته والعثور على مخارج مناسبة للأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يواجهها العراق فإن عليه التعهد بضمانات لواشنطن وتقديم تنازلات كما أن عليه النزول عند رغبة العراقيين في مطالباتهم بانسحاب القوات الأمريكية من العراق وهو ما يثير حساسية عند المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم مزير الخارجية الذي دعا إلى عدم التركيز على خروج القوات الأمريكية خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين أرجو من الجميع عدم التركيز في هذا الموضوع ولكن من المهم التركيز على الجهد المشترك الذي نقوم به في كل أبعاد العلاقة من الناحية الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية ندرك أن الشعب العراقي يحتاج إلى هذا وسياستهم تعتمد على استمرار الالتزام الأمريكي بدعمهم وتقديم هذه المساعدة لهم ونحن ملتزمون بذلك كما يواجه الكاظم معضلة كبيرة وهي تحقيق التوازن في علاقة بغداد مع واشنطن وطهران في ظل تصاعد التوتر بينهما بالنسبة للسياسة العراقية نحن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية حليفة وحليفة قوية للعراق وسنستمر بحماية هذا التحالف وتعميق هذا التحالف وتوسيعها وفي ظل هذه التعقيدات والتحركات الدبلوماسية لا زال الشارع العراقي يشكل عامل ضغط كبير حيث يرفع ملايين العراقيين شعارات تدعو إلى إنهاء الهيمنة الإيرانية على مقدرات العراق وعلى سياساته الداخلية والخارجية ويطالبون في الوقت ذاته بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية الجانب الاقتصادي يشغل حيزا كبيرا في مباحثات مسؤول البلدين في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم في العراق والذي أدى إلى ترد الأوضاع الصحية وانعدام الخدمات الأساسية وتبقى مهمة الكاظمي في واشنطن مهمة غاية في الصعوبة إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاقتصادية والضغط الشعبي الذي يرفض التدخل الأمريكي في العراق والهيمنة الإيرانية في الوقت ذاته اشتركوا في القناة